مرحبا بكم مشاهدينا بحلقة جدا من برنامج جريدة ونتمن على شاشة العراقية الرياضية اليوم المشوار فيه الكثير من الأخبار في الصحف المحلية والسوشال ميديا وأيضا الصحف والمواقع العالمية وكل الأخبار الرياضية هناك كل هذا بعد الفاصل أهلا مشاهدينا نبدأ حلقة اليوم من برنامج جريدة ونت والبداية ستكون قراءة العنوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح وفي كل مرة البداية لصحيفة الصباح والنسخة الأولى منها منتخبنا الوطني اليوم يباشر تدريباته في الدوحة هذه النسخة الأولى من الصباح وإلى النسخة الثانية الجوية يعين شنيشل مدربا لكرة النادي الموسوي زيارة وفد غرب آسيا إيجابية الخميس إقامة منافسات أثقال العراق للشباب تريفا ريضا تفوز بذهبية العالم للجوجستو والشرطة يعزف ألحان صدارة دوري اليد هذه النسخة الثانية من الصباح وإلى النسخة الثالثة افتتاح نتحف وضريح الراحل عم بابا بعد إعادة التأهيل الأولمبية تتسلم النسخة الرسمية لمكافحة المنشطات انطلاق بطولة العراق للمتقدمين بالأسكواش وحسن أحمد يباشر مهمته مع نادي الكرخ وأخيرا جابر ندعم عمار حسين لتصحيح مسار كرة الميناء نستمر بقراءة العناوين في الصحف المحلية مشاهدنا وننتقل إلى صحيفة محلية أخرى وهي صحيفة المدى اتحاد الشرطة الرياضي يدشن مقره الجديد الفوكيكي نفتخر بإنجازنا الكيانا عصريا يمثل قبلة الرياضيين وزينال تمثيلي للمؤسسة غير مسبوق وغادرت مرغما لا راغبا أما الزيدي عائدون للمقعد التنفيذي العربي بعد غياب 31 عاما ربعات الشرطة يخطفن لقب الأندية ونينوى يتحدى الإعاقة انتهت هنا المدى وإلى صحيفة محلية أخرى مشاهدنا وهي صحيفة الزمان في الملحق الرياضي تواصل منافسات الدرجة الأولى واستمرار تصدر دهوك والبش مريقا وفد اتحاد غرب آسيا يصل إلى البصرة والمقامي أحسين الأعظم يؤرخ إعلام المصارع العراقيين فوز النفط على دجلة جامعة في دورية سلة الممتاز انتهت هنا كل العناوين في صحيفة الزمان إلى الدستور مباشرة مشاهدينا ومجموعة من العناوين المحلية هنا منتخبنا الوطني يتدرب بالدوحة وفد اتحاد غرب آسيا يبدي إعجابه بالبصرة وتهنئة آسيوية لرئيس اتحاد كرة اليد ثلاثة أو سمة لوطني البليارد ببطولة العرب يد الشرطة بصدارة الممتاز كريم الأولمبي سيقول كلمته بآسيا حافظ التكريم يدفعنا للأفضل وعربي الأولمبي مستقبل كرتنا وتكريم وفد المنتخب الأولمبي انطلاق بطولة الأكاديميات الضولية تنظيم المخيم الكشفي لدولي الاحتياجات الخاصة أما هنا عنوان أخير الواسطي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسنج انتهت هنا صحيفة الدستور أيضا الدستور لكن في نسخة ثانية منها مشاهدين المونديالي خليل علاوي قلوبنا مع الأسود والفوز على سوريا يقلب الموازين منتخبنا بحاجة إلى الاستقرار وتقليل حجم الضغوطات على اللاعبين تنظيم المخيم الكشفي لدولي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يد الشرطة بصدارة الضوري الممتاز ثلاثة أوسمة ملونة للعراق في بطولة العرب بالبليارد والسنوكر درجال يكرم وفد المنتخب الأولمبي بعد التأهل لنهائيات آسيا أما هنا مجموعة من العناوين وفد اتحاد غرب آسيا يصل إلى البصرة وتهنية آسيوية للأعرجي أما مركز الموهبة للكرة الطائرة يجري اختبارات بدنية وبمشاركة عراقية انطلاق الدورة السابع عشر للأكاديميات الأولمبية الدولية وأخيرا النجف تحتضن الدورة التدريبية الآسيوية في أتسي انتهت هنا الدستور تماما وإلى صحيفة محلية أخرى وهي الحقيقة ثلاثة أوسمة ملونة للعراق في بطولة العرب بالبليارد والسنوكر الواسطي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للكيكبوكسينغ والشايع مديرا لأعلامه أبرز نتائج الدور الثالث من الدورية الممتاز بكرة اليد انتهت هنا العناوين في هذه النسخة من الحقيقة أيضا الحقيقة في نسخة ثانية يوفانتس يقتل فيورنتينيا في الرمق الأخير ريمونت تادا مثيرة تقود سيلتا في جو لتعادل مجنون أمام برشلونا رقم قياسي جديد في مسيرات ديوكوفيت والسيتي يكتفي بثنائية في شباك يونايتز المتهالك أخيرا انبابي أداء باريس لا يليق بنجومه انتهت هنا الحقيقة وآخر الصحف المحلية معنا هي الصباح الجديد طارق ناظم بدء الموسم الدراسي يمنحنا مرونة كبيرة لإكتشاف الطاقات الواعدة تريفا ريضا تفوز بذهبي العالم للجوجستو وبضيافة البصرة وأربيل قرعة شباب غربي آسيا تزرى غدا قرعة دوري صالات الممتاز أيضا غدا الكرة يختار العميل العالمية والآسيوية أحمد وحسين يدربان الكرخ والميناء انتهت هنا الصباح الجديد وعناوينها وكل العناوين في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح نبقى مع المحلية لكن في المقالات بعد الفاصل أهلاً مشاهدين بعد الفاصل نتواصل معكم لكم المشوار جريدة وانات ننتقل إلى المقالات مباشرة هذا المقال كما تشاهدون في صحيفة الصباح وبعنوان زمن الانهيارات العصبية لكاتبه الصحفي أرياضي علي الرياح زمن الانهيارات العصبية هذا العنوان والتفاصيل مع إسراء كان اللاعب العراقية يمرض حين يتعرض فريقه للخسارة وكانت الدنيا على اتساعها تضيق في عينيها يستوي في ذلك شكل التحدي محلياً في نطاق النادي كان أو في إطار الفرق الوطنية في مواجهاتها الخارجية بعض القصص التي نحتفظ بها تتحدث عن حالة اكتئاب شاملة تصيب اللاعب حين تخطئ الحسابات واتخيب الظنون ويكون الفشل بديلاً للفوز حتى أن نجماً كبيراً مثل رحيم كريم تعرض إلى حالة من الانهيار العصبي بعد مباراتنا الموجعة أمام الكويت في ختام دورة الخليج العربي الرابعة في الدوحة عام 76 ذلك بعد أن تسببت هذه الكارثة في اخطاء الفريق وخصوصاً في العمق الدفاع الذي كان زميله حسن فرحان ورحيم يتوليان حمايته من محاولات الثلاثي جاسم يعقوب وفيصل الدخيل وعبد العزيز العنبري الأخير كان البطال المتوج للمبارات خصوصاً في النفس الأخير منها حين هرب من رقابة رحيم كريم كأنه وساين بولت في عزي عنفوانه ووضع الكرة من فوق الحارس رعد حمود الذي خرج لملاقاته يائساً قريباً من الاستسلام قلت أن رحيم كريم كان تحت رحمة الانهيار العصبي بعد المبارات لمجرد إحساسه بأنه كان طرفاً في خذلان فريق ومعه الملايين من جمهوره ومحبيه النجم البصري يروي في حديث الله بعد البطولة تفاصيل تلك النكبة كما يصفها والعجيب أنه كان يتحدث عن المبارات انتهت لصالح الكويت بثلاثة هداف وليس لأربعة ربما كان وقتها تحت تأثير ذلك الانهيار الذي لم يشفى منه على المستوى النفسي إلا بعد زمن طويل أو قنا بعدها للكرة وجه للحزن كما أن فيها وجها للانتصار والفرح نعم مشاهدنا نكمل معكم ما تبقى لدينا من المقالات وننتقل إلى آخر هذا المقال في صحيفة المدى وبعنوان نقد الانتقام أم مهنة الالتزام لكاتبه الصحفي الرياضي إرادة العراقي نسمع إسراء مجددا وتفاصيل هذا المقال لم تشهد الصحافة والإعلام الرياضي على مدار سنوات مضت انهيارا غير مسيطر عليه بحدود وضوابط القيم المهنية مثل ما تمر به اللوم بعد ان تجاوز البعض كل الخطوط المحرمة وأطلق لذاته وهوائه الكيفية في طرح الأفكار واستياد المواقف وأفتعال الأزمات والتفنن في تسقيط الخصوم المفترضين بصوت عال وألفاظ مخجلة يشاركه ضيوف ينساقون لرؤيته ويتبنون بطيب خاطر طروحاته وكأن الأجواء وعقول المشاهدين ملك خالص لهم مشاهد معيبة تفرض علينا تحت مسمى البرامج الرياضية ونحن نتابع استعراضا لمفهوم مستحدث للنقد تحت مسمى نقد الانتقام يتم تجهيزه خلف الكواليس ويختار له شخوصا تتناغم مواقفهم مع رغبة مقدم البرنامج الرياضية لتبدأ فصولا من مشاهد التجريح والتنكيل تتصاعد ثارته مع حجم العداء الشخصية الذي يختزن قلوبه وعقول من يجلس حول طاولة الستوديو أما هدف تلك البرامج وموضوع الحلقة والحلول المقدمة له تتلاشى ممانظار المشاهد تحت ضجيج وإثارة تلك المشاهد ديثنا موجه نحو من تنطبق عليه تلك الأوصاف ولا بأس يستعيد ذاكرة حلقات برنامجه السابق واسمى ضيوفه التي تتكرر دائما ومحاور المناقشة ولغة الحوار سيصل بسهولة إلى قناعة لا لبس فيها بأن كل ما قدمه لم يكن يستهدف إلا جهة بعينها لا تتغير فيها لا محاولة لعرض يدلة جديدة واقتناص زلة من هنا وهناك للخصوم وكأن العمل المهني اقتصر على التربص وتحشيد جهود نحو تقصي اخطاء الآخرين والتشهير بهم وصولا إما لإعلان الانتصار بسقاطه أو تركيعه أو للقبول بشروط الاستسلام وتحوله بين ليلة وضحاها إلى صديق دائم شكرا لزميلة إسراء على قراءة المقالات مشاهدينا نبقى معكم متواصلين ببرنامج جريدة ونت وننتقل الآن إلى أخبار السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وأيضا المحلي أول مواقع معنا هو معرض الكرة العراقية نشر وصل إلى مطار الضوحة كل من المدرب أدفوغاد ومساعده كوربوت واللعبان ريبين سولاقة وعلي فائز من أجل الالتحاق بوفد منتخبنا الوطني الذي يستعد لمباراة سوريا ومباراة كوريا الجنوبية أيضا وسيكتمل مفد المنتخب بوصول اللاعبين اللاعبين جيلوان حمد وعلي الحمادي وأمير العماري ومهند إجعاز فيما التحق بالمنتخب كل من فرانس بوترس وأمجد أطوان وبشار رسن وأيمن حسين وعلي عدنان انتهى هذا البوست ننتقل إلى آخر لشبكة فيفا سبورت شبكة فيفا سبورت نشرت آخر أخبار منتخبنا الوطني بعد وصوله إلى الدوحة خضع جميع أعضاء الوفد لفحوصات كورونا والحمد لله كانت جميع النتائج سلبية منتخبنا تمرنا في قاعة الحديد الجم والمسبح على دفعتين بواقع ثمانية لعبين في كل دفعة للتخلص من إرهاق السفر أيضاً المدرب الهولندي ديك أدفوكاد التحق بالوفد الأراقي في ساعة متأخرة من مساء الأحد والثلاثي المحترف في قطر أيمن حسين وبشار رسن وأمجد أطوان التحقوا أيضاً بالوفد إضافة إلى لاعب القادسي الكويتي علي فائز وأخيراً فران بوترس سيلتحق بالوفد مساء يوم أيضاً بينما سيكتمل الوفد غداً بالتحاق على الحمادي وجلوان حمد وأمير العماري وريبين سولقة ومهند جعاز إلى بوست آخر موقع المحترفين مزموعة من الصور مع المنتخب السوري يواصل تدريباته في قطر لليوم الرابع تحضيراً لمواجهة منتخبنا الوطني في التصفيات وغل المواس يتدرب بشكل منفرد للتعافي من إصابته في ديربي بغداد بين الشرطة والجوية هذا البوست إلى صفحة الاتحاد العراقي لكرة القدم الرسمية منتخب الناشئين يواصل تدريباته اليومية في معسكره التدريبي المقام في مدينة العين الإماراتية إلى بوست آخر نادي الشرطة العراقي الفوكيكي يكرم فريق الشرطة ويحثهم على تقديم الأفضل دعا مستشار وزير الداخلية رئيس اتحاد الشرطة الفريق مهدي الفوكيكي الهيئة الإدارية وفريق كرة القدم في نادي الشرطة إلى مأدبة غداء الأحد وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق على مستوى الضوري وتصدره لائحة الترتيب أيضا عبر الرئيس الهيئة الإدارية بالوكالة سيد غالب الزاملي عن شكره وأمتنانه إلى مستشار معالي الوزير رئيس اتحاد الشرطة السيد مهدي الفوكيكي على هذه الدعوة ومواكبته للفريق في المباريات موضحا أن هذا يعطي حافزا ودعما كبيرا إلى اللاعبين في قادم المباريات أيضا في السوشال ميديا والأخبار كثيرة وإلى نادي القوى الجوية بحضور المدرب راضي شنيشل وجهازه الفني المساعد فريق القوى الجوية يجري تدريباته في ملعبه استعدادا لمواجهة نفط ميسان يوم الأربعاء المقبل لحساب الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العراق انتهى هنا البوزت وننتقل إلى آخر لنادي الزوراء مشاهدين أيضا في نادي الزوراء الفريق يبدأ التحضير لمواجهة الصناعات الكهربائية في الدور الثاني والثلاثين لكأس العراق الخميس القادم بغياب لاعبي المنتخب الوطني علي ياسين وأحمد فاضل ومنتظر محمد واللاعب المريطاني الحسن حوبيب نبقى مع أخبار الأنريا وإلى نادي الميناء وهذا البوست عمار حسين يقود الوحدة التدريبية الأولى للصفانة استعداد لمواجهة الكرخ بعد غد الثلاثاء لحساب الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العراق شبكة الكرة العراقية هذه المرة ونشرت هذا البوست بعد سنوات من العمل إدارة الكرخ تقصي أحمد عبدالجبار من الجهاز الفني لفريق الكرة إلى صدى الكرة العراقية أيضا نشر هذا البوست عبدالكريم ناعم مدربة لحراس مرمى الكرخ إلى جانب الجهاز الفني المكون من حسن أحمد وبهاء كاظم والأمير حيبر مدربة للياقة البدنية من صدى الكرة العراقية إلى الصفحة الرسمية لنادي الديوانية ونشر هذا البوست أهم ما جاء في اجتماع الهيئة الإدارية لنادي الديوانية مع لاعبي الفريق إنهاء الإضراب وعودة جميع اللاعبين للتدريبات تفهم الإدارة لمطالبات اللاعبين لمستحقاتهم المالية وهي لم تتوقف دقيقة واحدة في الصعي لتأمين الرواتب أكدت جميع على الوقوف وقفة الرجال في هذا الضرف العصيب احتراما للشعار والجماهير العاشقة أيضا أكد اللاعبون أن مواجهة نفط الوسط الثلاثة ستكون فرصة لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الديوانية التي كانت ولا زالت الدعم الحقيقي لهم انتهى هنا البوست وآخر ما لدينا في السوشال ميديا والأخبار نادي أمانة بغداد نادي أمانة بغداد نشر هذا التنويه الجهاز الفني لفريق أمانة بغداد يقرر غلق الوحدات التدريبية أمام وسائل الإعلام كافة مؤقتا مع الحب والتقدير للجميع نختم المحلية ننتقل إلى العالمية بعد الفاصل مشاهدين نعم مشاهدين ننتقل مباشرة إلى العالمية وأول الصحف معي هي صحيفة لغزتة دالو سبورت وهذا المنشيط وهذه الصورة فيها لغزتة تتحدث هذه المرة عن ديربي ميلانو الإنتر يهضر كثيرا ميلان قريب من التسديدة في الدقيقة تسعين وفي القيمة يبقى كل شيء كما كان من قبل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة دسان اللي نقرأ ما فيها هذا العنوان أليسون مخطئ في جميع أهداف هامرز الثلاثة حيث خسر الريتز أول مباراة منذ أبريل إلى صحيفة ماركا وفيها أيضا بعد فوز شبيليا في دربيل أندولوس بركان في بياماريين نترك ماركا ونتقل إلى الصحيفة الفرنسية ليكيب لنقرأ أيضا هذا العنوان ملاحظات عن لقاء ليون تجاوز بواتينغ تراوري في كل مكان انتهت الصحف تبقى لدينا المواقع العالمية هذا الموقع هو goal.com أرابية نشر نابولي ظهر أمام هلاس فيرونا بقميص خاص يحمل صورة الأسطورة دياغو مارادونا لمباريات الفريق في الدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر تخليدا لذكرة وستذهب نسبة المبيعات إلى الجمعيات الخيرية أيضا في المواقع العالمية موقع goal هذا الموقع أيضا نشر هذه الصورة أيضا الأسطورة الأسطورة روبين يودع فريقه الأم جرويجين وأنباء عن عوضته لنادي البايرن بمنصب إداري بهذا الموقع كورا أونلاين نختم معكم مشاهدينا كل الأخبار العالمية ونختم معكم الحلقة أيضا شكرا لجميع والشكر موصول لكادر برنامج جريدة ونت نذكر مشاهدينا بإمكانكم مطابعة جريدة ونت وباقي النشرات الإخبارية وأيضا البرامج على مواقع التواصل اجتماع الخاصة برياضية فيسبوك وانستجرام ويوتيوب شكرا لجميع إلى اللقاء شكرا